موسيقى نشرة الأخبار المفصلات تاتيكم من انفاند كاتخ مرحبا بحضرتكم إلى التفاصيل نستهلها من مراكش حيث ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا حسناء وسعادة الشيخة المياسة بنت حمد الثاني مساء الخميس بقصر البديع بمراكش حفل العشاء لتظاهرة فاشن ترست أرابيا منظمة في إطار السنة الثقافية قطر المغرب الفين واربعة وعشرين هذا تقرير في الموضوع لردوى المستقيم قصر البديع بمراكش حيث ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء وسعادة الشيخة المياسة بنت حمد الثاني حفل العشاء لتظاهرة فاشن ترست أرابيا المنظمة في إطار السنة الثقافية قطر المغرب الفين واربعة وعشرين ولد وصولها إلى مكان إقامة الحفل وجدت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء في استقبالها سعادة الشيخة المياسة بنت حمد الثاني والسيدة تانيا فارس نائبة رئيسة فاشن ترست أرابيا قبل أن تستعرض سموها تشكيلة من القوات المساعدة أدت التحية بعد ذلك تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء وصاحبة السمو الشيخة المياسة بنت حمد الثاني وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ووزير الشباب والثقافة والتواصل وسفير دولة قطر بالمملكة وشخصيات أخرى إثر ذلك زارت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء وسعادة الشيخة المياسة بنت حمد الثاني معرضا لصور الفنانة الفوتوغرافية تالا حديد قبل أن تترأس سموها وسعادة الشيخة المياسة حفل العشاء الذي استهل بعرض شريط فيديو يعرض لأهم المراحل التي قطعتها تظاهرة فاشن تراست أرابيا وفي كلمة ترحيبية بهذه المناسبة صلتت إيمان همام وهي عارضة أزياء هولندية من أصل مغربية صلتت الضوء على دور فاشن تراست أرابيا كحدث يروم تشجيع المساممين من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودعمهم موضفة أن مراكوش تجسد مزيجا جميلا من الثقافة والأفكار التي تعكس الرؤية الحديثة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس سعادة الشيخ المياسة بنت حمد الثاني وفي كلمة ألقتها بهذه المناسبة أوضحت أن تظاهرة فاشن تراست أرابيا تقام لأول مرة في إفريقيا مشيرة إلى أن المغرب بتاريخه الغنية وتقافته النابضة بالحياة هو الفضاء المثالي للاحتفال بهذا الحدث السيدة تانيا فارس نائبة رئيسة فاشن تراست أرابيا أشارت من جهتها إلى أن هذه التظاهرة ما كانت من التآم مجموعة من رؤساء المقاولات والمبدعين والمصممين وبهذه المناسبة سلمت صاحبة السمو الملكي الأمير للاحسناء جائزة فاشن تراست أرابيا الأولى ضمن فئة فستان الصهرة للمصمم ياسمين منصور كما جرى توزيع باقي الجوائز برسم هذه الدورة على الفائزين في الفئات الأخرى العام الثقافي بين قطر والمغرب شي جدا جميل وأول مرة لي بالمغرب مراكش وإن شاء الله مؤاخر مرة كل شي في المدينة مويت حلو ليش شرف أني أخذ الجائزة من الأميرة للاحسناء وكانت لحظة مميزة ويجسد العام الثقافي المغرب قطر الفين واربع وعشرين المنظم بشركة مع مبادرة الأعوام الثقافية يجسد الروابط القوية والتاريخية بين الشعبين الشقيقين وبين قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد استادس وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني في خبر آخر أكدت فرقو الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب أن مشروع قانون المالية لسنة الفين وخمسة وعشرين يتسم بالواقعية والطموح والمصدقية في ظل استمرار التحديات الخارجية والداخلية وحالة اللايقين الاقتصادي وكذلك الجيوسياسي وأبرزت فرقو الأغلبية في مدخلتها خلال جلسة عقدتها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية اليوم الجمعة في إطار المناقشة العامة لمشروع قانون المالية أن هذا المشروع ينهل من التوجهات الكبرى التي انخرطت فيها المملكة تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلال الملك محمد السادس والمتمثلة في مواصلة المصاري التنموية الشامل لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي في خبر آخر شكل تعاون المركزي بين المغرب وإقليم سيقلي الإيطالي محور سلسلة من المباحثات تجراها سفير المغرب في روما يوسف بيلا مع عدد من المسؤولين الإقليميين والإيطاليين اليوم الجمعة في باليرمو وعقد السفير المغربي لقاء مع عمدة مدينة باليرمو الروبيرتو لقالا تم من خلاله بحث سبول تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل التجارب والممارسة الفضلة في مجال التدبير الحضارية خاصة في مجال المدن الذكية واستعرض المسؤولان عددا من مشاريع التعاون المستقبلية ولسيما مشروع التوأم بين مدينتي باليرمو وتنجح إلى الرباط حيث أعلنت منظمة الأمم المتحدة الإنمائية بيلا مغرب عن اختيار السيدة غزلان بن جلون شخصية سنة 2024 للأمم المتحدة بالمملكة المغربية وذلك بمناسبة يوم الأمم المتحدة هشان فرحان تقديراً لالتزامها طويل الأمد تجاه الصحة النفسية للأطفال والمراهقين والترويج لحقوقهم اختارت منظومة الأمم المتحدة الإنمائية بالمغرب السيدة غزلان بن جلون شخصية سنة 2024 يشرفني هذا التقدير الذي أهديه لكل طفل ولكل بالغ يكافح من أجل حقوق الأطفال لأن مستقبلهم ومستقبل مجتمعنا يعتمد على قدرتنا على وضع رفاههم النفسي في صلب أولويتنا السيدة غزلان بن جلون هي نائبة رئيس المرصد الوطني لحقوق الطفل إضافة إلى عضويتها في كل من مجلس إدارة المكتب الدولي لحقوق الطفل والجمعية الأوروبية لعلم نفس الأطفال والمراهقين يوم الأمم المتحدة هو دائماً مناسبة خاصة وهذه السنة اخترنا تكريم شخصية تجسد القيم العليا للمنظمة ويتعلق الأمر بالسيدة غزلان بن جلون التي عملت لسنوات طويلة في مجال الصحة النفسية للأطفال والمراهقين ويعد الاختيار السنوي لشخصية الأمم المتحدة بالمغرب مبادرة جديدة تهدف لتكريم شخصية تتميز بعملها الجاد لتعزيز القيم الكونية للأمم المتحدة وطنياً دائماً هذه المرة في أخبار التقس فادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن الزخات الرعدية محلياً قوية ما بين خمسة عشر وثلاثين مليمتر مصحوبة بهبات رياح وبتساقط محتمل للبرد مرتقب اليوم بعدد من مناطق المملكة المديرية وضحت في نشرة انذرية من مستوى يقضى برتقالي أن هذه الزخات الرعدية ستهم عملات وأقاليم إفران، صفر، تازة، فاس، بولمان، وجد أنجاد، جرسيف وتوريرت حتى الساعة الحادية عشرة مساء عود إلى الرباط حيث تم بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية تقديم الإصدار السادس عشر من مجلد الحوارات الاستراتيجية الذي تم إنتاجه بشكل مشترك بين مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد ومركز القضايا الجيوسياسية للمدرسة العليا للتجارة شايمة بك والتفاصيل برحاب جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط تم تقديم الإصدار السادس عشر من مجلد الحوارات الاستراتيجية إصدار جديد تم إنتاجه بشكل مشترك بين مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد ومركز القضايا الجيوسياسية للمدرسة العليا للتجارة سواء تعلق الأمر بالطاقة أو اللوجستيك أو البنيات التحتية فإن هذه الرؤية تعمل على التوفيق بين الاقتصاد وتطوير عدة بلدان بالتطلع إلى كل من المحيط الأطلسي وأوروبا مع المغرب اللقاء شكل فرصة للمتخصصين لتقديم تحليلاتهم بشأن تحديات الجيوسياسية المعصرة مع تركيز على ضعف الآليات التنظيمية وتصعود الأزمات بخلاف المحيط الأطلسي كممر شاسع يربط بين أوروبا وإفريقيا العلاقة بين أوروبا الأطلسية وأفريقيا الأطلسية يمكن أن تسهم في تغيير التصور والمصالحة بين الشمال والجنوب بعيدا عن أي علاقة صراعية ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز الحوار العلمي متعدد التخصصات وتقديم تحليلات معمقة مصحوبة بتوصيات سياسية بشأن القضايا الرئيسية التي تهم أوروبا وإفريقيا من الرباط إلى مراكش حيث انتلقت تشغال المؤتمر الوطني السابع والأربعين للجمعية المغربية لأمراض الغدد وتغذية وداء السكري بمشاركة حوالي 350 طبيبا ومختصا من المغرب وكذلك من الخارج بمراكش تنظم أشغال المؤتمر الوطني السابع والأربعين للجمعية المغربية لأمراض الغدد والتغذية وداء السكري بمشاركة حوالي 350 طبيبا ومختصا من المغرب والخارج إلى جانب طلبة كليات الطب من جميع أنحاء المملكة تحت شعار الجمعية المغربية لأمراض الغدد والتغذية وداء السكري 48 سنة من التكوين المستمر يروم هذا الحدث الطبي فتح نقاش جدي حول التجارب المرتبطة بالعلاجات الجديدة لداء السكري 48 سنة ونحن نواكب داء السكري بجديده وبما يمكن أن يفيد لا المريض ولا الطبيب في العلاج والوقوف ضد هذا المرض الذي أصبح مرضا زاحفا هذا بالنسبة للداء السكري وهناك كذلك الاختصاصات الجمعية دينا هي أمراض الغدد كذلك وهذه الأمراض الغدد وإن كانت عن قلتها فهي موجودة هذا المؤتمر الطبي يشكل حدثا مهما للغاية وفرصة فريدة لتقاسم المعارف والتجارب حول مرض السكري ونسعى من خلال هذا المؤتمر إلى تقاسم التجارب المختلفة التي يمكن إغناؤها عبر التبادل والعمل على إيجاد حلول لمشاكل مشتركة كما تأتي هذه التظاهرة العلمية لتعزيز وتقوية علاقات الصداقة بين المغرب والسنغال هذه التظاهرة الطبية تشكل مناسبة لبحث ودراسة مختلف القضايا المرتبطة بمرض السكري فضلا عن إتاحة الفرصة للأخصائيين المغاربة لعرض مختلف الإشكاليات المرتبطة بالغدة الدرقية وداء السكري وإيجاد الحلول العلمية لها هذا ويجتمل البرنامج كذلك على دورات تكوينية وورشات حول الفحص بالصداة وتشخيص الغدة الدرقية في واحد من تجليات أدوار الفن في إسناد فعلي المقاومة ضد سرطان الثادية افتتح معرض فني جماعي بعنوان ظلال وردية يعرض صور فوتوغرافية ولواحات فنية للتحسيس بخطورة هذا المرض الفتاك هذا تقرير في الموضوع لهشام فرحان ظلال وردية عنوان معرض لستة عشر فنانة تشكيلية المعرض الذي ينظمه رواق أم جاليري ديوان يعرض صور فوتوغرافية ولواحات فنية ترفع شعار الأمل في مواجهة السرطان الثادي أول مشاركة لي بعمل دخلت فيه تكنولوجيا للتكاء الإصطناعي ودمجتها مع الإحساس بش أطينا واحد جزيد للوحة خاصة بالمعاناة ديالمرأة ودمجت لونين لون الأسود اللي كي عضر على الحزن والخوف والمعاناة ديالمرأة مع التحديد للصرطان وكذلك اللون الوردي اللي هو لون الشعر المعترف بها دوليا هذا الشعر اللي كترمز إلى الشجاعة والآمل ويأتي تنظيم المعرض في إطار فعاليات أكتوبر الوردي الذي يعد شهرا مخصصا للتحسيس بضرورة التشخيص المبكر للصرطان الثادي في صفوف النساء نحن كلنا معنين أي مرأة معنية نحن كان نسندهم ووقفين معهم والله يعطيهم صحيحة والله يعاونهم في هذا المشوار والحياة الوردية وخصنا نلبسون ضادر ديال الوردي باش تبالنا الوردية المعرض الذي يحمل رسالة تضامن مع المصابات بصرطان الثادي يتواصل إلى غاية الثامن من نوانبر المقبل في خبر آخر ببعد عربي مصر حيث القاهرة نظمت المنظمة العربية لتنمية الإدارية بتعاون مع مؤسسة الأمير محمد بن فهد لتنمية الإنسانية بالمملكة العربية السعودية نظمت حفلا تم من خلال تكريم الفائزين بجائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري بالوطن العربي من ضمنهم جمعية مغربية يشان فرح بالعاصمة المصرية القاهرة جرى تكريم الفائزين بجائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري بالوطن العربي في دورتها الثالثة الجائزة التي تنظمها المنظمة العربية للتنمية الإدارية اختارت ثلاثين فائزا من أصل ثلاثمائة ترشيح ومن بين الفائزين الجمعية المغربية الشفاء للتنمية والتكوين التي تأسست بطنجة سنة 1998 هذا التكريم يعتبر تشريف للأعمال والمبدولة من طرف الجميع في العمل الخيري كذلك أشكر جميع وأهني جميع المنظمات والجميع الفائزة وأقول أن هذه الجائزة صراحة سوف تعطينا نفس أكثر وتحفيز في العمل والبدل إن شاء الله في العمل الخيري مستقبلا وتم إطلاق جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري على مستوى الوطن العربي بهدف تطوير أداء المؤسسات والجمعيات الخيرية طبقا لمعايير التميز ومؤشرات الأداء في المغرب وفي موضوع منفصل احتضنت كلية علوم التربية بالرباط لقاء خصيص للتعريف بجائزة خليفة التربوية التي ترم تشجيع التميز في المجال التربوي وتحفيز الابتكار والابداع بين المدرسين والمربين والطلبة شيما بك هو لقاء احتضنته كلية علوم التربية بالرباط لقاء خصيص لتعريف بجائزة خليفة التربوية التي ترم تشجيع التميز في المجال التربوي وتحفيز الابتكار والابداع بين المدرسين والمربين والطلبة الحمد لله نحظى باحتمام كبير حقيقة من السلطات في المملكة المغربية وتسهيل هذه الزيارات لأغراض التعريف بجائزة خليفة تربوية وهذا اندل فإنما يدل على عمق العلاقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبين المملكة المغربية الشقيقة من الباحثيين واللي موجودين من الجامعة وخاصة اللي عندهم بحوث أنهم يشاركون في هذه الدورة الثامنة عشر اللقاء شكل فرصة لتسليط الضوء على هذه الجائزة التربوية وتواصل مع الفاعلين في المجال التربوي وكذا تعزيز الشراكة والتعاون بين المؤسسات التربوية بالمغرب وجائزة خليفة التربوية لنشر تميز هي جائزة تعنى أولا بمجالات من الطفولة الصغرى المبكرة إلى التعليم الجامعي وهي متاحة وللأسيد أفراد ولمؤسسات أيضا ولمشاريع المبتكرة في مختلف المجالات التي تعنى في التربية جائزة خليفة التربوية تهم مجالات شخصية تربوية الاعتبارية وتعليم العام وتعليم العالي والبحث التربوية وكذا تأليف تربوي للطفل والمشاريع والبرامج تعليمية المبتكرة في أخبار الكوارث عبر العالم قالت سلطات الهندية إن الإعسار دانا درب الساحل الشرقي للبلاد اليوم متسببا في اقتلاع الأشجار وقطع خطوط الكهرباء وإغراق بعض المناطق مضيفة أنه لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات أو إصابات هيئة الأرصاد الجوية الهندية فادت بأن الإعصار دانا دربوا إلى توديش حوالي منتسف الليل بسرعة رياح تتروح بين مئة ومئة وعشرة كيلومترات وعواصف تصل سرعتها إلى مئة وعشرين كيلومترا عند الساعة في الرياضة عبر المدير الفني لنادري المدريد الإسباني كارلو أنشوليتي عن ثقته في إمكانية فوز لاعب فريقه البرازيلية فينيسيوس جونيور بالكرة الذهبية جاء ذلك خلال لقاء صحفي تحدث فيه كارلو عن استعدادات فريقه للكلاسيكو المنتظر أمام غارمه التقليدي برشلونة هذا الأخير يعيش انتعاشة على مستوى النتائج وجودة في الأداء مع مدربه الألماني فيلك اعتمادا على برازيلي آخر هو رافينيا ويعد فينيسيوس ورافينيا من أفضل لعبي فريقهما هذا الموسم أو فريقيهما هذا الموسم ويبدو أنهما جاهزان لإحداث عاصفة برازيلية في ملعب سانتياغو برناميو بعد اجتيازهما أكبر اختباراتهما في الموسم بانتصارين أوروبيين مهمين بهذا نوقعونية النشرة شكرا لمتابعتكم الشكر موصول لفريق العمل إلى اللقاء